يحملون أوجاعهم ويسيرون في طريق مجهول يفترشون الأرض ويلتحفون السماء واصطبيئة جغرافية تكتسحها موجة برد قاسية أطفال صغار ونساء وحتى الرجال منهم لم ترأف بحالهم حتى الطبيعة عشرات اللاجئين ينتظرون مصيرهم على الحدود البلاروسية البولندية تلك الحدود باتت اليوم محل مراقبة مكثفة من قبل السلطات البولندية وأصبح اللاجئون محتجزين في الغابات الباردة ما استدعى قيام نشطاء بولنديين بالتظاهر دعما لهم والمطالبات بالسماح لهم بالعبور نحو وجهتهم محاولة المئات من المهاجرين العبور نحو ألمانيا عن طريق بولندا قادمين من بيلاروسيا أمر دفع الشرطة الألمانية إلى نشر المئات من رجال الأمن على الحدود مع بولندا وإقامة نقاط التفتيش لكن تلك الإجراءات ليست فقط من أجل ضبط الحدود بل أيضا لمنع أنصار اليمين المتطرف الألماني من القيام بدوريات على الحدود مع بولندا إذ أعلنت الشرطة توقيف أكثر من خمسين شخصا كانوا يحاولون تسير دوريات الراجل على الحدود لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الألمانية كما تعهد وزير الداخلية بنشر المزيد من عناصر الشرطة الاتحادية في حال استدعت الظروف ذلك بهدف منع تدفق المزيد من المهاجرين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود مع بولندا